ملايين يفقدون أرواحهم لهذا السبب الخطير أخطر توقعات ليلى عبداللطيف مرحبا بكم متابعين الأعزاء من كل مكان أسعد الله صباحكم بكل خير وهذه توقعات مدوية تطلقها ليلى عبداللطيف للعالم أتوقع ليلى عبداللطيف أن الحزن يعم أرجاء ألمانيا بسبب حادث مؤسف وجوه مشهورة سياسية وأعلامية عربية يصيبها فيروس كورونا الألم والحزن يجتاح العالم لرحيل شخصية دينية بارزة اهتزاز غريب يشهده كوكب الأرض يرافقه مشهد وأصوات الرئيس الأمريكي جون بايدن سيكون تحت الأضواء الإعلامية بقوة لعدة أيام نراه بقلب المملكة العربية السعودية العاصمة الليبية ترابلس ستكون من جديد تحت رحلة المخاوف والتهديد من عودة الاقتتال الاشتباكات في المدينة وذلك بسبب التطورات القادمة الاشتباكات المسلحة تؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى أرى فرنسا أمام مرحلة قاسية المعاناة والقلق بسبب انقطاع حاد للكهرباء والغاز بشكل ملحوظ في أكثر المدن والمناطق الفرنسية وأرى أن هذه الأزمة الكارثية واقعة لا محالة مما سيجعل فرنسا ستدخل في مرحلة التأمين القاسي للغاز والكهرباء انقطاع الإنترنت في أكثر الدول سيثير جدلا واسعا يطال مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية الشارع العراقي في حالة غليان وتوتر عراقي تركي كبير يؤثر القلق الكوارث الطبعية ستضرب ألمانيا من جديد وتسبب حالة كبيرة من الهلع والخوف والسلطات الألمانية ستقوم بإجلاء سكان بعض المدن الألمانية إلى بر الأمان آلاف القتلى والمصابين وغيرهم من المفقدين والمشردين جميعهم ضحايا فيضانات عارمة دولة قطر ستلعب خلال سنوات الالفين وثلاث وعشرين أكبر أدوارها السياسية والاقتصادية بالمنطقة العربية وخصوصا بسوريا ولبنان وليبيا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نجح بإقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القيام بمبادرة إنسانية تجاه أوكرانيا من خلال هذه الصفقة بين الجانبين المتصارعين ألواء حفتر أراه يتعرض لعرض صحي حرج يستدعي دخوله إلى المستشفى وأراه بعيدا عن الواجهة السياسية والعسكرية بسبب هذا الوعكة الصحية ولا أرى له مستقبل في حكم ليبيا في دول العالم أحد الرؤساء سيخضع للمحاسبة والتحقيق الملايين يفقدون أرواحهم حول العالم خلال السنوات الخمس وذلك بسبب انتشار الأمراض والمجاعات والحروب بعض حضارات العالم تنهار بفعل فاعل انفجارات من البراكين خلال أشهر القادمة أحد رؤساء العالم يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة وللأسف مرة جديدة أرى عودة المظاهرات والاحتجاجات الشعبية وبقوة إلى الشارع الإيراني كما أرى الأمن يتصدى لبعض أعمال الفوضى والتخريب المغرب سيكون في حالة تأهب وذلك لحدث مؤسف وكبير سيشهد العالم غياب ثلاثة وجوه عربية نافذة وبارزة تواجه بعض دول العالم الثالث عودة الأمراض الخطيرة مثل الكوليرا نتيجة عوامل عديدة أمرزها نقص المياه والتلوث أرى حادثة غريبة ستحدث على الهواء مباشرة على أحد شاشات التلفزة والتي نرى فيها أحد الضيوف يصاب بأزمة قلبية حادة تؤدي إلى وفاته ولي العهد محمد بن سلمان سيكون وسيطا بالعالم الأجنبي الوحيد سيكون وسيطا بين روسيا وأوكرانيا رقعة الاحتجاجات في الشارع الإيراني تتسع معها موجة الاعتقالات ستحدث نهاية غير متوقعة لأحد رؤساء الدول العربية وسيكون هذا الحدث أمام أعين الناس وعلى الشاشات ونشرات الأخبار ستواجه فلسطين وبعض الدول الأخرى غزوا من الحشرات الغريبة والمؤذية المحاصيل الزراعية في العالم في خطر وحدود ثورة جياء مشاهد من نار ولهب ودخان سنرها تتصاعد وتغطي أحد الأماكن في دولة الكويت سيواجه دول العالم الثالث بعض الأزمات مثل أزمة المياه وسينتج عنها أضرارا كثيرة وتؤدي إلى انتشار الفيروسات في أكثر دول العالم زلزال كبير مدمر يقع في إحدى الدول ويؤدي إلى قطع الاتصالات والإنترنت وتتجدد ضربات الزلزال لتصل إلى الدول المجاورة سقوط طائرة تقل عدد من الشخصيات السياسية البارزة بفعل فاعل وكارثة مخيفة ستضرب للهند وباكستان ونيبال والضحايا بالآلاف والتحول تدرجيا إلى نكبة عالمية فصل الشتاء سيكون فصل الموت جراء الوفيات الكثيرة التي سيسببها نصل إلى نهاية حلقتنا شكرا لكم للمتابعة